سبع الخير النهاردة نتكلم في موضوع مختلف شوية ويعني هو قريب من المواضيع اللي كلمتي فيها في بدايات القناة وهو بالصدفة ان انا لقيت انه كان فيه حلقة صغيرة كانت تعملها عن فريد تكملت التخاط ضد فريد الطائفي بس ما كنتش نزلتها فالمهم يعني ان جاه صدفة ان دي لما نزل الفيديو ده ان هتلاقوا انها لسه منزل الفيديو بتاع فريد الحلقة دي يعني انا هكلم باختصار لان هو برضو موضوع شائك اخر وهو ما يحدث في فلسطين فلسطين وهذا الموضوع يمكن ابراهيم عيسى وبعض الناس اللي بتفهم شوية كلموا فيه من يعني بشكل غير صريح وهو سؤال حقيقي يعني يجب ان اسأله هل مشكلة العالم العربي او يسمى بالاسلامي واسلمت وتديين القضية ان دي ان فلسطين قد كل مسلم طب المسحيين العرب دورهم ايه في الموضوع يعني بتقلتوا كده كأنكم بتقول مسحيين العرب اطلعوا منها دي مشكلتنا احنا بيننا وبين بعضنا يعني مسلمين ويهود مثلا فاصبحت مهما تحلفلي من هنا البقرة بقى ان احنا ما عندناش مشكلة مع اليهود يبقى لا انت بقى واضح ان انت عندك مشكلة مع اليهود فهنا ايضا اه في نغمة طلعة جديدة برضو من بعض القنوات ومن بعض الحاجات منهم حمد ناصر منهم جيرهم اه ان شوفوا ازاي لما تبطرنا على الحكم العثماني الاسلامي شوف الا حصل فينا وفلسطين ضعت مننا ودي هنا نقطة خطيرة جدا لان فلسطين فلسطين بالذات وبلاد الشام او فلسطين بالتحديد كان ليه وضع كده مختلف يعني ما تعرفش من اللي كان ولي عليها في الاولى القرن العشرين من اللي كان يعني ايه تاريخها كده غير مبهم شوية بس انا النقطة اللي هكلم فيها بعدين اكتر بس او الوقت ما بساعش ان واحد يرجع يتكلم في المواضيع اللي وعد انه يتكلم فيها هي لو تركيا هي التي تحتل فلسطين هل كنا سنقاوم وكنا سنتحدث وكنا سنقول ومش عارف مين يروح ما يغنيش ومين يروح ما يمثلش ومين يروح ما يقولش كطر خركم وكلام دوا مع العلم ان باقيهم افواد ده يعني هو اولا شيء اساسا انما هل كنا سيكون رد فعلنا نفسه ورد الفعل الذي يحدث منذ 48 لان احنا ما شفناش ده احنا شفنا مماليكهم يحتلونا قلنا لهم تعالوا احتلونا انهم مسلمين تركيا جاءت تحت لنا بعدين وعملت فينا اللي عملته هجرت مسيحيين من حلب في اواخر القرن 19 والا القرن العشرين محدش يعني هاج ولا ماج ولا ال حاجة وعملت اللي عملته في الارمن محدش يعني ال حاجة وكان كل راضي يعني فهذا هو السؤال اللي هجاوب عليه ولو كان هؤلاء هم بوسنويين جايين مثلا من الحرب بتاعت بوسنيا كنا عملنا ايه هل كنا سنقاوم ايضا هل كان رد الفعلنا سيكون هو ذات رد الفعل هنكمل بعدين ونشوفكم على خير